احتفلت الممثلة اللبنانية نادين ناسي بن جيم بيوم المرأة العالمي على طريقتها الخاصة ونشرت عبر صفحتها على انستغرام صورا لها ظهر فيها وجوها مشوها بسبب الجروح التي تركت اثرا على وجهها نتيجة اصابتها بحادث مرفأ بيروت الذي وقع في اربعة من شهر اب اغسطس 2020 وارفقت نادين الصور بتعليق وجهت فيه رسالة للمرأة طالبة منها ان تبقى قوية لانها قادرة بنفسها كأنثى على تقطي كل الازمات التي قد تمر بها وقالت المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية لتبقى صامدة طوال الوقت فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار احد المرأة التي لا تنتظر التقييم من اي شخص مهما كان هي اقوى كأن على وجه الارض واضافت ابقي قوية حتى يتعجب من حولك من قدرتك على ابقاء الابتسام على وجهك رغم ما يحدث تحية للمرأة اللبنانية على قوتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان وتحية للمرأة العربية لانها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتى المجالات رأيتها في الصفوف الاولى فكانت قلقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الاخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها وكانت روت ندين تفاصيل ما حصل معها في ذلك اليوم المشؤوم وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج أحمر والخط العريض الذي يقدمه الإعلام اللبناني مالك مكتبي وقالت إنها اضطرت لنزول 22 دورا عبر سلم الطوارئ حافية القدمين ومغطات بالدماء وأضافت ندين أنها توجهت إلى المستشفى بصحبة قائد أحد السيارات التي مرت بالطريق ويدعى حسين ولم يعرف هويتها إلا عند وصول شقيقها شادي إلى المستشفى حيث فشل طوال الطريق في التعرف عليها بسبب كثرة الإصابات بوجهها ولم يعرف هويتها إلا حين أخبره الشخص الذي اصطحبها إلى المستشفى وكانت أطلقت ندين بعد تعرضها للحادث فلتر جديد يحمل اسمها عبر موقع تواصل اجتماعي إنستجرام ونشرت ندين فيديو عبر حسابها أظهرت فيه بعض مميزات الفلتر وقالت حرقوسة صغيرة بعرف أنه حابين تشوفوا النتيجة بس حابتي تشوفوا شوي من فلتر الجديد يلي رح ينزل بكرة شكراً كتير كتير لرودي وإلي على جهودكم صرنا شهرين منشتغل على هالفلتر ليكون كامل بأداء التفاصيل وبيديء لكل امرأة وأكيد كرمالي أنا تمشوف جروحاتي وحس إنه وجي فيه نظارة والبشرة نائية والعيون فيه نلمعة بكرة رح خبركم أكتر عن الفلتر والخيارات يلي موجودة فيه بحبكم كتير وبعد فترة من إطلاق الفلتر حققت ندين رقمت قياسياً حول العالم بعدما تخطى عدد مستخدمي الفلتر الخاص بها عبر مواقع تواصل اجتماعي 900 مليون مستخدم حول العالم وعبر التنجيم عن سعادتها بهذا الرقم القياسي بتغريدة عبر حسابي على تويتر 900 مليون قريباً مليار شكراً لكم على استخدام الفلتر الخاص بي موسيقى